فحابة لنا اعمل لكم وصفة جبنة بالقشطة جبنة بالقشطة دي مش بتلاقيه في اي حتة ولو لقتيها مش زال انت تعمليها خالص دي حاجة و دي حاجة تانية خالص انت عندك القشطة بتاعتك سواء شرياها تشتريها قشطة بلا دي او وش اللبن ده او ده عملنا الزبادي وحطنا عملنا له اللي ايه زي ما عملناه وتقبلها بيوم مصفيينه في مصفة حلو ومعانا قطعة من القشطة كمية القشطة مع كمية الزبادي اللي احنا مصفيينه عشان خالو عملناه جبنة زي ما انت عايزة بقى يعني عايزة تعمليها قدها الزبادي قد القشطة ماشي حابة تعمليها نصها حابة تعمليها ربعها يعني ممكن تققى ربعها يعني ممكن اعمل مثلا الكبايتين من الزبادي عليه نص كباية من القشطة خلي حتة العصن ايه اعوز ولا حاجة جبنة الجبنة دي وحتة من القشطة ممكن تقربوا على الكمية حلو جدا وشوية ملح يديها طعم عشان الملح بيطعمها ونخلطه مع بعض قشطة مع الجبنة مع الملح الجبنة اللي انا عاملها من الزبادي حلوة كده اختلطت كويس دي كده اللي بالقشطة والجبن دي كل ما باسيبها في التلاجة كل ما تبقى احلى بيش اسيبها كتير يعني يعني المقشطة دي كلها تاني يوم يعني في الابس اليوم طعم وتاني يوم طعم الحاجات دي مدة صلاحيتها تدي ايه ما فيهاش مدة حافظة دي كل الحاجات دي اربع خمسة ايام بس في الصيف تلات ايام يعني تعملي نوع الجبنة تخلصيتي وتعملي غيره ماشي انا ممكن اخطها لك قطعة من القش انتعرف ان هي بالقشطة ما دي قاجي زي دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة